الي الي جينا بتطبيق جديد والتطبيق طبعا بريحك جدا بالذات في البرامج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الي الي طبعا يا جماعة اجدكم بمتجر من متجر التطبيقات بيساعدك في تنزيل البرامج بالذات التطبيقات اللي يكون قديمة زي ما تكلمنا في الفيديو الفاتت او في الفيديو السابق القبال يعني اه القبال الفيديو ده اا يعني قبال الفيديو هين قوائس اتكلمنا عن متجر اللي هو وحدات المجلس مانجل ولنحن نتكلم عن متجر اه ارورا والمتجر دقال لي الميزة بتاعته انه فوق الاصدارات القديمة من التطبيقات عنده الاصدارات القديمة من التطبيقات تقدر تنزلها لو الاصدار الحديث ما نفع معك او كان في اصدار معين شغال معك تمام كويس اول حاجة انده المتجر هنا عندي قدامي في الشكل هنا كويس هتقوم طبعا تفتح المتجر هيجيك طبعا بالشكل ده كويس هتحمل التالي كويس اه توافق على الشروط بتاعت المتجر قبول كويس قال لك التسبيت ده تسبت وين يعني ميناء كلام كتير عندك رود ولا ما عندك رود وعندك مهم طوالي ممكن تعمل اختيار ممكن طوالي تمشي التالي هنا قال لك دار وضع النظام ما اللي هو السمات يعني تمشي كويس هنا قال لي الصلاحيات انه يسبت وين تديه منح الصلاحيات يتنقصا واحد بيطلب منك نمرة واحد هنا الصلاحيات دي الصلاحيات دي برضو بكون ماخدة جاهز لو ما ماخدة عمل لهم كل سماح وده برضو محتاج صلاحيات برضو كل الوزونات دي تعمل انهاء كويس بيقول لك ده عندك حساب جوجل ولا حساب مجهول ولا حساب مجهول غير امن ممكن تختاره في الوسط اللي هو حساب مجهول كويس بعد شوية يقوم لك حساب بتاع مجهول يعني من غير ما تدخل حساب بتاعك اه ننتظر ثواني تطبيق بيحمل وبعد كده بعد شوية يفتح ليا كل التطبيقات المتاحة يعني طبعا هو مربوط او فوق تطبيقات جوجل بلاي كويس كويس هنا عندك تطبيقات والالعاب والتحديث هاتك اللحظة هنا عندي كل التطبيقات الوكومة شهورة طبعا بالاكثر يعني تطبيقات كثيرة جدا كويس وعندك هنا الالعاب كويس الالعاب وهين عندك الاعلى تقييما اللي هو التطبيقات هو الالعاب الاعلى تقييما وهين عندك الفيات لو حسب الفيات انت دايرة وهين عندك التحديثات لو عندك طبعا تطبيق مسبت وحاب تحدثه يكون موجود هنا عندك طبعا تطبيقات محتاجة تحديث وهنا ما حدثتها لسه كويس لطريقة التطبيق كويس بعد ما نفتح التطبيق مثلا نفتح ليه تطبيق من التطبيقات دي بديك تسبيط التطبيق كويس اكتر حاجة جميلة فوق اللي هو الكود بتاع البناء كود البناء اللي هو كود التطبيق او بنسمحنا بعض مرات الاصدار كويس لو ضغطت بعملك تسبيط لو ات عندك اصدار معين حاب تنزله لازم تكون حافز اسم الاصدار لو سمحت او رغم الاصدار تضغط هنا ثلاثة نقاط تعمل تحميل يدوي لاحظ معي هنا بديك اللي هو الرغم الرغم ده اللي هو عبارة عن الكود بتاع التطبيق او كود الاصدار انت داير الاصدار الكم لازم تكون تحافز كود الاصدار عشان ينزل معك بعد ما شفته ده اعمل فحص فحص ده وعنا عشان نشوفه وينزل طوالي نراحز معي بعد ما شفته وينزل يتم الحساب بعد ما شفته ينزل اللي هو التطبيق طبعا انا ما دل التطبيق وضح هذا الفكرة اذا هو متجر غني جدا بالتطبيقات كويس فوقه اجمل حاجة اللي هو الاصدارات القديمة اللي هي الاصدار القديم بتقدر تثبته عادي في نقطة لكن لازم تعرفها عشان تثبت اصدار قديم في اصدار حديث لازم يكون عندك باتش في التلفون لو ما عندك روت لازم تمسح التطبيق الجديد وتثبت القديم طبعا اذا انت ما عندك باتش اذا عندك باتش طوالي بيثبت القديم في الجديد وقبل كنت اتكلمنا عن الباتش في فيديو حاول اشوفو لكم وخطو لكم في الوصف في الوصف تحت كويس لكن لو ما عندك اللي هو باتش لازم انت شنو تقوم تسبت التطبيق تمسح الجديد وتثبت القديم لو عندك باتش بيثبت طوالي معك القديم وبتحتفظ باي حاجة موجودة في التطبيق دي الميزة بتاعت الباتش انه بيثبت الاصدار القديم بكل التعديلات الموجودة في الجديد او بالضبط على الجديد يعني من غيري انك تمسح التطبيق كده الشيطة الفكرة تكون وصلت بتاع المتجر بتاع الجديد اللي هو قلنا رورا ستوري اللي هو متجر قليلة التطبيقات وفوقه الاصدارات القديمة او كود البناء كده انا خلصت كلامي طبعا انت لو مشترك معنا تدعمنا طبعا باللايك الجميل بتاعك ولو اتبع واشترك معنا رح يبيك في الغناء ومنورنا كويش وكالعادة ما تنسوا الاشتراك في الغناء وتفعيل زر الاشعارات عشان يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته